أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ترحيبه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول زيارة لمصر منذ عشر سنوات مشيرا إلى أن القاهرة وأنقارا تسعيان للوصول بقيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي عقب جلسة مباحثات في قصر الاتحادية لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثر علاقتنا الثنائية ويضعها على مصاريها الصحيح وأكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا ويؤمن هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون